مرحبا بكم مرحبا جديد سعيدة باستقبل أنيس خرباش نائب رئيس الاتحادة تونسي الفلاحة وصيد البحري أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم مرحبا بكيف المشاهدين شكرا على استضافة شكرا لك على تلبية الدعوة استضافة جي في وقت تونسي تسألوا برشا على العديد من المنتوجات اللي يا مفقودة يا بغير سومها يا أضعاف الأسواء ممتاحها نتسألوا لأنه المعلومات متضاربة ثم يقول لكم خبية جراء الاحتكار جراء الاشيخ كويبا غالال وثم يقول لك لا نقص في الانتاج وانتو مبيتكم عندكم عندكم تشاكياتكم وعندكم مشاكلكم منين نبديو نبديو مثلا بالبطاطا والطماطم نبديو صحيح هذا مش غريب باللخص علينا نحن كفلاحة وبحارة كمنظورية الاتحاد تونسي الفلاحة والسيد البحري كنا نبهنا على الأقل منذ عديد الأشهر إذا مش أكثر من سنة وقلنا ياه جاي جايين للأزمة قاعدين نعيش فيها اليوم صحيح الأزمة لكلها باش نكونوا وافحين وخلينا شخص الوبع مهوش 100% مش 100% نقص في الانتاج فهم الاحتكال باش نكونوا وافحين لكن نقص الانتاج يمكن يشكل 80-85% من المشكلة عدم التخطيط عدم وفع استراتيجيات وافحة لعديد القطاعات وكل القطاعات الفلاحية هو اللي خلانا اليوم نوصلوا للي عايشينه اليوم نبديو كما قلت انتي من البطاطا والطماط سنة البطاطا الفين وفين وعشرين مرينا بموسم قياسي موسم مع شاتوش تونس على الأقل في الستة سبع سنوات الأخيرة أنتجنا خلال شهري ماي وجوعة أكثر من ميتين واربعين ألف طن إذا تونس تستهلك شهريا ثلاثين ألف طن يعني في الأصل عندنا مخزون بتاع فمانية أشهر اللي هو يوصلنا الأواخر ديسمبر أول جانفي إلى حلول إنه نبداو نقلعه في البطاطا الآخر فصلية الموسم الفاني بتاع البطاطا وتعرف البطاطا عندها أربع فصول مال علش البطاطا باربع لاف وخمسة لاف اليوم وصعد حتى بستة لاف إذا كان وجدت هذا إذا كان وجدنا هذا هذا يصحيح اليوم الفلاح كي بدأ يخلع في بطاطا في مايو في جوان ملقيناش في نبيعه لقينا شركائنا في المنظومة هادومة اللي هما أصحاب مخازن التبريد عازفين عزوف تام على تخزين مادة البطاطا وقبولها من الفلاح على خاطر فما مرسوم مقاومة المضاربة الغير مشروع هذا جزء وهو جزء كبير المرسوم هذي مرسوم غير مفهوم للعاديد سواء فلاحة أو لا مش مفهوم مش مفهوم بالنسبة لللي قاعدين ينفذوا فيه على خاطر قاعدين انقاوموا في المخزنين اللي عندهم ليفريغو اللي بش يخزنوا البطاطا ولا غير البطاطا كمحتكرين دونك السايد اللي بش ينقى روحوا في الحبس وموقوف كما صار للبعث يقول كما لا يجعلهم بشكله ويتوين سلا بطاطا لغيرها أنا منخزن شو اليوم صحيح نحنا في الأصل يلزمنا نحاربوا لأصحاب المخازن العشوائية مش أصحاب المخازن المنظمة واللي وافحة ومربوطة بتطبيقه أعلامية مع وزار التجارة أو غيرها اليوم المنشور هذي جزء كبير ولحد الآن فما أوامر ترتيبية تهم المنشور هذي ما تزالت مصدرتش لليوم هذه الحاجة لولي الحاجة الفانية يقول لك أنا اليوم عندي منحة خزن كما مادت البطاطا ناخو على منحة خزن من الدولة عندي أكفر من عامين ما اخدتش المنحة متاعي وزارة المالية تقول لك ما في ماش ميزانية مرسودة للمنحة هذية الحاجة الفالفة اليوم جات وزارة المالية ووفت عليهم أداء جديد على القيمة المضافة في الأصل قيمة مفافة معناه فما حاجة مفافة في الخزن تع البطاط فما تحويل فما هذي خزن يقع كمخزون تعديلي مخزون استراتيجي تلافى أربع أشهر ومش نزودوا بها الأسواق أفناء الفجوة متاع الانتاج يعني العديد من النقاط اللي تهم أصحاب المخازن جينا نحن كفلاحة ملقيناش فين خزنه انتاج كبير صابة كبيرة يلزمها تتجمعها في شهر شهر ونص شي فرطنا فيه الحاجة الأولى جزء كبير فرطنا فيه هو في وسط البيعة وقعد غاديك ونجمناش نجمعوه ونقوله نحن فسد جزء الفاني بعناه في ماي وفي جواع بيعنا البطاطة بخمسمائة وستمائة مليه وترجعوا انتوما حتى بلاغات الابتحاد تونسي لفلاحة الصيد البحري انا ذاك نبيعه في البطاطة بستمائة مليه الحاجة الفالفة نحن كفلاحة مجموع نمشوا الى المخزون التقليدي الى الخزن التقليدي الخزن التقليدي اول شي طلب ادوية باهفة الفمن وكانت قبلت دعم فينا وزارة الفلاحة بالادوية ديه السنتين الاخيرتين وبالاخصص نافي ديميل فندي خليت على الفلاحة تخليتين مشينا الخزن التقليدي ارتفاع درجات حرارة مهول في جويل يؤوت ادى الى انه فقدنا حوالي 40% من اللي خزناه خزن تقليدي وبما فيه خزن تقليدي خزن تقليدي معناها نجي انا تحت كالاتوس في بلاسا ظل في سانيتي مهوية شوية هكاية نحط البطاطة نفرشها نعمل عليها الدواء ونغطاها بالتبنو القشر هذي الخزن تقليدي اللي هو مش مش تزاوض شهري في عضل فريقويت بتمائة الحال معناها فقدنا نسبة كبيرة افناء الجمع فقدنا نسبة كبيرة افناء الخزن التقليدي وفي نفس الوقت ولهنها زادة موسيبه واحد اخرى المجمع المهني للخضر الجيل اللي مسانس يعمل مخزون تعديلي بحوالي 40 الف طن سنويا وزارة المالية لاخر وقت لاخر شهر جوع ما ترصدلوش الميزانية اللازمة باش يعمل المخزون التعديلي ولم يتعدى مخزونه التعديلي الا 20-25 بالمئة من المبرمج هذي اثر مثلا على الموسم القادمة اللي فيها ذروة الاستهلاك كما رمضان نتمو؟ ما زلنا موصلناش الرمضان المجمع جابهوه رمضان اتون قل كيفاش اما هو اثر اليوم على نوفمبر وديسمبر على نقص الانتاج على بطاته اخر فصلية مازالت مزروعة ولهنا نحل بمساحات لم تتعدى 30-35 بالمئة من مبرمج بحكم نقص الكبير في المئة وبيحكم اللي انه العديد من المناطق السقوية على السدود مغلقة تماما هذه هي صحية فما عوامل مناخية لانهكة ورب ينوب علينا بالمطرر كل شيء قرار من وزير الفلاحة قرار من وزير الفلاحة هي دي ما اسهل القرارات عند الحكومة هذية اي شنو بتجيل امتاوه؟ ما عندهمش حتى بدي ما عندهمش حتى مخط استراتيجي عندنا عشرة تستر عليك الماء شنو تعمل؟ ما تزرعش خلي اربك بوض ما معناه ما تزرعش؟ اليوم فم زراعات خضروات وتماطم وشنو نعمل فيه؟ علش عايشين نحن اليوم في نقص كبير علش اليوم العرف ما يجيش نصف الطلب؟ لانه ما زرعناش لانه ما عناش ماء لانه وزارة الفلاحة هربت لأبسط الحلول وسكرت المناطق السقوية ويا فلاحة طلعت في بلاغات بلاغات واضحة صادرة على المندوبيات الجهوية اللي فيها المناطق السقوية فيه اواخر شرقوت وقالت لا تزرعوا لطماطم لا تزرعوا لبطاتة لا تزرعوا لخضروات ما فيه ماش ماء اي شنو الحل؟ فالعشر اسنين هدوما الاخرانين عملنا سدود عملنا التعب انت عموا موارد مائية وين البحث العلمي وين العديد 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 من الأطراف المدخلة في المنظومة هدية؟ اليوم معناها في سابق ياسيه 2020 انت قلت اكثر من هكا اكثر من هكا انيس خرباش في تصريح اعلامي ليك نهار واحد نوفمبر ما تقول تقول انه بعض اعضاء الحكومة يتعمدون العمل بطريقة غير معلنة وسرية ويتعمدوا مغالطة الرأي العام وتسألنا برشاة او انتي صحيح تتكلم على عدم التخطيط على عدم وضع رؤية واضحة لقطاعات استراتيجية نفهمه لكن تحكي على طريقة عمل بطريقة غير معلنة وسرية شنو تقصد بالك هدية؟ اكيد اليوم ايفا وزارة التجارة او وزارة الفلاح او وزارة المالية او وزارة الصناعة معناها الاطراف المدخلة كل في المنظومة الفلاحية تعمل جلسات بدون حفور المهنة بدون حفور الاتحاد تنسي فلاحة سوية البحري او المنظمات للشقيق الاخر ما عنا حتى مشكلة اما حفر ممثلين مهلة اليوم لوزارة التجارة كي تجي الابسط الحلول وتصقف التسعيره كل مرة او سعر البطاطة هكا او سعر البصل هكا او سعر التماطم هكا قعدت مع المهنة افبطت كلفة الانتاج شفت مصلحة الفلاح والمستهلك كمصلحة مشتركة اليوم ايفا مش تفرب انت منظومات الانتاج ومش تفرب الفلاح ومكش مشتعتيه على الاقل هامش متعربح زايد كلفة الانتاج ما يتعداش 10-15% مناش طالبين برش نحن عنا نبيعه معناه بالاخسارة في العديد من منظومات وانا قلت في تسريحي الواحد نوفمبر قلت يهو اليوم اعضاء الحكومة يغالتون الرأي العام ويغالتون السيد رئيس الجمهورية اليوم نحن كانت عنى عديد من اللقائة يغالتون السيد رئيس الجمهورية ماذا ما المفروض انهم يغالتوا رئيس الجمهورية هذا اذا اللي نحنا عايشين ومتأكدين من اللقاء يعطيها فيه معطيات غير الموجودة في الواقع يكذب على رئيس الجمهورية لقاءاتنا مع سيد رئيس الجمهورية على الأقل في السنة هدية 2020 كان عنا لقاء مع مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي وكانوا فهم مزوز لقاءات مع سيد نوردي بن عياد رئيس المنظمة في الحي لقاءاتنا مع سيد رئيس الجمهورية في كلامه في تشخيصه للوضع في تشخيصه للقطاع في نحن كنقترحه للحلول في تجاوبه هو معنا في تعليماته اللي أدىها لسيدة رئيس الحكومة واستقبلتنا سيد رئيس الحكومة في طريق التعاملها في الملفات اللي قدمناها بالمقترحات واللي تجاوبت فيهم السيدة رئيس الحكومة أو السيدة رئيس الجمهورية ملقناش على أرف الميدان ملقناش في الوزارات المعنية لكل كي تعامل جدي مع تعليمات رئيس الجمهورية أو تعليمات رئيس الحكومة تعليمات خدر اللي تقول فيه اختير يا رئيس الجمهورية يعطي في تعليمات والوزراء متاوه ما همش يسمعوا فيه يا رئيس الجمهورية عنده أندوب اللغاج يحكي معاكم كلم ويخلي الوزراء متاوه يعملوا اللي يحبه يحكي معهم كلم آخر نحن من نجزمه اليوم أنه رئيس الجمهورية يعطى يا بأس المسعى إذا كانوا رئيس الجمهورية يعطي تعليمات والوزراء متاوه يخليوا كلامه رئيس الجمهورية جانبا ويعملوا اللي يحبه نحن داخل اتحاد تونسي فيلاحه سيد البحري متأكدون بالاخص وللسادة وزير التجارة او كل الوزراء مدخلين في القطاع لكن ما فماش جلسات حوارية مع المنظمة الفلاحية ما فماش رؤية على الاقل في القريب العاجل في المستوى المتوسط في العديد من المنظومات وقت يقبل وزير الفلاحة ما شفناش يحكي على ملفات هذو ما شفناش يحكي لا على بطاطا لا على تماطم لا على خضروات لا على نقص في المياه لا على استراتيجية عايت له بشي قوله رفا ما زو سكراب يمشي وما نعرشه شنوها يعملوا في حملة انتخابة صحيح هو هذا محور لقاء الهمة مع نجلة بودن مسالة الاسعار ونحن بدينت ان زاد كيرين البلاغات ولكن لكن الان هناك شك يراود كل الفلاحين والبحارة بالاخص اللي انه منذ شهر او اواخر شهر جويلية نطالب السيد الرئيس الجمهورية بلقاء عاجل للمكتب التنفيفي الاتحاد والسفلاح والسيد البحري منذ اواخر شهر جويلية لكن لحد الان لم يكن لنا ولم يكن لنا لقاء مع السيدة رئيس الحكومة ولا السيدة الرئيس الجمهورية القطاعات تعاني المشاكل هاكم تروفها واصبحت انعكاسها على الدولة معاش نحكو حتى عن الفلاح على البحارة لو تسمح بعض ما زال احنا حكينا على البطاطا امراه والغريب به بطاطا فسرتنا شنو اللي صار الغريب زادة تماطم تماطم وصل الاربع ليف وخمسة ليف الفلق اللي اخذر اربع ليف يعني الخضرة الخضرة متاع كل نهار زادة هذه الشيحي مش يطور وافح والاجابة هاي ما عنده استيفا وافحة لانه اليوم نحن التماطم الاخر فصلية نزرعها في اوت في مناطق محدودة في مناطق يزم يكون فيها الماء متاع السدود متوفر نعرفوا لانه الكونسوماتيون متاع الماء في التماطم الاخر فصلية معناها بمعدلات كبيرة ومرتفعة جيت وزارة الفلاحة وقلت لكم ايديا في شهر اوت خرجتلك البلاغات والبيانات وقتلك ما تزرع حتى شيء دونت مزرعنا الا فقط تلافين الى اربعين بالمئة من المساحات المبرمجة من الطماطم الاخر فصلية ادى اليوم الى نقص في الانتاج وزيد نرجعه زيما للتغيرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة في سبتمبر اكتوبر ووقت اللي الفمرة متاع الطماطم تعطي النوارة متاحة ومش تبدأ تعقد ومش يبدأ يكون فما انتاج خلى الانتاجية توصل حتى شيء الخمسين بالمئة مقارنة بالمعدلات العادلة اني وزيرة التجارة يبدو لي اني عملت اجتماع بكم سألتكم وين اتمات عملت اجتماع صحيح وحفر ممثل الاتحاد التونسي في الله حسد بار وكانوا حافرين معانا في الاجتماع هدايا ممثلين وزار التجارة ممثلين سيدة وزيرة التجارة وممثلين سيد وزير الفلاحة وزيرة التجارة توجهت للاتحاد التونسي في الله حسد البحري وممثل الاتحاد اللي حافره في الاجتماع قتلوا وين اتمات اسهل زمينك وزير الفلاحة اسهل ممثلين وزارة الفلاحة قولوا له مهمة وين اتمات يعني ثم مشكلة في التنسيق والاتصال معلومة مش قد تتعزها البيان ايضا بيان ليكم مطول الاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري تحكيوا على ارباك من نوع اخر زادة صاير على مستويات منظومات الانتاج الحيواني وتحكيوا على قطيع الابقار على مسألة الحليب على الابقار اللي قاعدة تتهرب على اليوم ما التونسي بريسك ما وش موجود الحليب اما نلقاو الحليب اللي اغلى منه موجود ويتباع ومشتاق اكزاكتوم يالتفضل سياسياني سخرباش ليالوظاية اليوم ريت منظومة البطاطة منظومة التماطم خاني نكون وافحين مجموع تتصلح وقت اللي تتوفر ارادة سياسية وتتوفر استراتيجية وافحة في غفون شهرين تلاف شهور ونصلحوا منظومة تربية الابقار لا منظومة الابقار هي هو الدولة عندها اكثر من اربعين عام ايفا مش خمسين عام وهي تخدم عليها الجماعة العمومية والمواطنين العاديين من طرف الميزانية متع الدولة صرفة على منظومة الابقار العديد من الوفات المليارات منظومة وصلنا بها اللي انه اصبح عنا قطيع يفي بحاجيات البلاد من الحليب وفاقف وشاهدناه في 2016 و2017 بالرغم اللي الدولة لم تحسن انا فيك التصرف مع فاقف الانتاج وعننا معمل تعتش فيه في اليوم انا هذا مسكر اللي هو في الاصل يانا جففنا معناها فاكل اوقات هديكة حتى سنتين التالي ولا تلاف سنين وقت اللي عنا فاقف من الانتاج ويانا نجابه وتويك اليوم منظومة الابقار قاعدة تنهار اكثر من عام ونص اليوم ليترا الحليب متكلفة على الفلاح حوالي ديناره 700 بعد الزيادة الاخيرة منذ اقل من 10 ايام في الاعلاف مع انه مش الزيادة اللي طالبوا بها مصانع الاعلاف تم تلبيتها بل جزء منها وعلى ذلك اللي يخلي مصانع الاعلاف يهي تطيح في الجودة وإيفا تحت الجودة روند ما والانتاجية مش تطيح بتبيعتها اليوم منظومة الابقار عام ونص الفلاح يبيع بخسارة اكثر من 500 مليه تصور انتي مش لاقي يرسميه لي يعني اذا كتاب قاعدين يذبحوا ويبيعوا للزيادة ولا معناها اليوم الفلاح لا لاقي باش يعيش لا لاقي باش يقري صغاره لا لاقي باش يداوي بل مش لاقي باش يصرف على بقرته 85 بالمئة من فلاحتنا صغار فلاحين عندهم اربع اخمسة بقرات شعمل المنظومة وصلت للطوب امتاحها في جواه هبط باع البقرة لولا باش يصرف عليك الاتلاف اربع بقرات الاخرين لانه يعتبرهم كينمولاد ولادي يا ذوكا في الجاراج صحيح ولادي في الدار لكن انا ما نرقد الا من وكلهم ويكونوا شباعة والا ما ينتجوني باش يصرفوا لي على عائلتي باعت البقرة لولا في جواه اتكلمنا اصدرنا العديد من البيانات ماي جواه جويليا قوت طالبنا انا فيك بـ 300 و 400 مليون زيادة كلفة الانتاج زيادة الاسعار العالمية التحبت صحيح يا اليوم مش المشكلة داخلية فقط اليوم المشكلة منجرة علي الفروف العالمية واللي صاير معناها حتى بعد الحرب الروسية الاوكرانية ايه هو الهدف سيانيس كيفاش نحده من تداعيات الازمة ديك على المواطن التونسي فاهمين هالي ازمة عالمية وفاهمين اللي وضعية اقتصادية ومالية وغيره 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 وتخريب المنهج 10 سنين اوكي وصلنا الوضعية هذي ايه ما الحلولي شنية راهو سيانيس وقت الي نحكيه على البطاطا والطماطم ولا البصله وغيره راهو هذا تهديد جدي للشاكشوكا راه صحيح؟ الشاكشوكا وما ادراك ما الشاكشوكا معندها القوة متاع الزواولة اتباق متاع الزواولة مانالعب وشفين؟ والزواولة اللي هما الفلاحة والبحار الشريحة الكولة متاع الزواولة لالفلاحة والبحار شريحة الاجتماعية الواسعة انا اللي انبهتني هو تاقدوا في الجلسات سواء مع وزارة التجارة أو وزارة الفلاحة انعدمت الآن الجلسات مفيما جلسات؟ عنا اكثر من 3-4 اجوار ابواب الحوار ونقاش نوصد أبواب الحوار أغلقت عمداً على الاتحاد تونسي في الحسن البحر ونحن هنا نقطة استفادة مناش فهمين خاطر يمكن تقوله في الحقيقة نعطوا في رؤى وافحة نعطوا في استراتيجيات نعطوا في مقترحات للنهوض بالتتعاف بالمنطق معناتها رئيس الجمهورية رئيس دولة نفهم أنه ما هوش بشي بقى هو شخصياً معناتها يتلاب البصل والفلفل والطماطن وكذا لكن يواجه تعليمات وتوجيهات توجيهات واغ أنت اليوم تأكد أن هذه التعليمات والتوجيهات واغ وهذا حتى نستشفوه من خلال اللقاءات اللي عمل السيد الرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ولا التجارة ولا الفلاحة والبلاغات الصادرة عن صفحة رئيس الجمهورية المشكلة في سيانيس سنكون واضحين هل تلك حدود الله؟ هل أنه وزيرة التجارة ووزير الفلاحة؟ تعبين بلكش منجموش يجيب نجمو قوله تليخل قوله واضحين ورغم عندي حتى مشكلة لا مع السيدة وزيرة التجارة ولا مع السيد وزير الفلاحة إما بالحق وين المشكل؟ أنا نقول لك المشكل فيهم هم وأنا معاك في تشخيصك اليوم وزير الفلاحة هذي كحدود الله اليوم وزير الفلاحة عنده أكثر من عام ما تفعلش تفاعل إيجابي مع الاتحاد التونسي لفلاحة وسيد البحري في أي ملف وفي أي مقترح وفي أي منظومة من منظومات اليوم وزير الفلاحة لا يحسنوا تسيير وزارته بل فما ناس في الإدارة العميقة اللي مجال التجبد التالي اللي مازال تحب توصل للبلغ فالتعليه الأمور للحالة بالنسبة لي نحنا فالتعليه الأمور إذا نحنا اليوم قطاعات تعاني عندها العديد من الأشهر إذا مش سنة ولا سنوات ورد بالك ياو اللي صايرين فيه اليوم مش متاع أمس ولا العملي لا تركوا مات على الأقل عشر سنين إذا مش أكثر هذه خلينا نكونوا وافحين معنا يوم مش كل شي نحملوه للحكومة الحالية لا بالعكس لكن ما حسناش تجاوه من الحكومة الحالية لا احنا ربما اللي نعيبوه على الحكومة وعلى السيدة الوزراء مش الوضعية اللي وصلنا لها ولكن إدارتهم للوضعية هذا صحيح لأنه اليوم كيجي وزير الفلاحة ما فيماش تخطيط ما فيماش تراتيجيات في القطاع ما فيماش تفعل اليوم وافحة المنظومات وافحة وافحة كيفاش المجموع ننقفه كيجي وزيرة التجارة اللي أنه اليوم ما تنقفش منظومة الحليب ما فيماش زيادة معينة نحنا قدمنا اقتراحات قدمنا اقتراح اللي أنه زيادة مستعجلة على مستوى الانتاج ديما نكرر وحتى للسيدة المشاهدين والسيدة المستهلكين زيادة طالبين على مستوى الانتاج وفي المقابل صحيح تقول للدولة اليوم وصندوق الدعم وا 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 رشد الدعم ما معناها اليوم الانسان اللي في قهوة في منطقة راقية يشرب في قهوة جاية من الحليب المدعم خمسة دينارات وستة دينارات ما معناها اليوم السايح خمسة ولا ستة ولا سبعة ملايين سواح عندك في نزل يشربوا في الحليب المدعم معنى تنتومك اتحاد الفلاحين من دعاة ايضا ضرورة اسلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستوى أكيد لأنه نحنا مضرورين منها كفلاحين وبحارة لأنه نحنا على الأقل في العشرة سنوات الاخرانين هدوما ولينا نحنا أكثر طرف قاعدين نخدموا في بلاس صندوق الدعم إذا أنا اليوم عندي عام ونص مبيع في حليب بالاخسارة مقابل باش المستهلك مزيدولوش بالتسعير شو معناه ما معنى هالمستهلك قاعد أنا ندعم فيه أنا نعوف أنا نخدمواهم صندوق الدعم هالهذا يما دوري الأعليف قاعدة توصل لصغار الفلاحين في منظومة الحليب سفر إعانات ما يوصل حتى شيء لصغار الفلاحين لإعانات تمشي إلى أطراف أخرى في المنظومة لكن الفلاحين ما يوصلهم حتى شيء اليوم الفلاح يبيع بالاخسارة اليوم إيجا يا وزير فلاحة نعملوا استراتيجية لزراعة الأعلاف الخبراء خلي نقص على الأقل الفلاح من استعمال الأعلاف المركبة اللي تسعين بالمئة من مكوناتها جاية من الخارج كما السوجة والمييز ومربوطة بالأسعار العالمية ما ينظر لكش في الاستراتيجية دية زيدني في السعر ما تعطينيش ربح حتى حد مشك في وطنية الفلاح ونحن الكلي كنا واضحين ما تعطينيش ربح اليوم مثالش كتكون عندي منظومات ربح ومنظومة على الأقل ميهاش خاسرة لكن إيجا الناس الكل نتحملوا وزر الأزمة ولا مش الفلاح وحده يتحمل اخسارة في الحليب نتقلنا اللي بشي جينار ما عشبه محليب أكيد إيفا اليوم ما تقول هو تاوه ما عشبه موجودة بشانيا الانتاج الانتاج إيفا مش نبقو في الدوامة هذه ونبقو في عدم مبالاة الحكومة وعدم تطبيق على تعليمات سيد رئيس جمهورية وا 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 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات التي حتى توصي في الحسيد البحري اليوم الانتاج نزل من مليون وثمانية ميات إلى زوز ملايين لترا يوميا إلى مليون مليون ومئتين معناها قاعدين ننجوا في ستين بالمئة من المعادلات العادية المخزون التعديلي اليوم نقص وطاح إلى حوالي فمانية تسعة ملايين مخزون تعديلي نجب دو منه يوميا في أربعة ميات خمسمائة تلف باش نعدله في الأسواق ريت الأزمة نعايشينها في الحليب وريت فقدان الحليب في الجرانسير فاس مفلان في الواحد هدايا الكل كي بتزويد أسواق بنسبة ستين سبعين بالمئة من الأصل مالا كانت زيد اليوم وتخلنا نحن في فترة نقص الانتاج اللي بقرة متاعنا في نوفمبر وديسمبر وجانفي يدخل في فترة نقص الانتاج أوتوماتيك مع فترة نقص الانتاج مع إيفا ينتهي المخزون التعديلي في أيامات ونرجع إلى انتاج متاع في مانية مئة وتسعة مئة تلف تصور أنت تبخه اليوم في مليون وربعمائة ومليون وخمسمائة ومكش لاقي لحليب كان مش توصل معندكش مخزون وتبخه في مليون واتسعة مئة تلف شنين فين مش نوس فين مش توصل والحلول تمجم تتوجد على الأقل الحلول سريعة في الوقت الحالي ومن بعد ننظر في منظومات وننظر في الحلول على المدى المتوسط وينا قادرين كفلاحة بتحقيق الاكتفاء الفاتي في عديد القطاعات على الأقل في مخطات شكرا لك أنيس خرباشنا الرئيس الاتحاد التنسي الفلاحة والصيد البحري شكرا سود شكرا لنا رياضي يعطيكم الصحة أنتم على حسن المتابعة نخليكم بعد شوية متصغير باع سهرة مع زميلنا عادل بوهلال في التاسعة سبار وأكيد آخر مستجدات الفريق الوطني لكرة القدم والمونديال الدوحة 2022 نجعلكم غدوة انطلاقا من السادسة مساء على قناة التاسعة سبحانا خير نسيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة